راح نتكلم في المثال هذا عن إيجاد الدالة العكسية عندنا في المثال الدالة fx يساوي x زائد 2 الكل تربيع زائد 1 لكل x أكبر من أو يساوي سالب 2 في البداية لابد أن نوجد المدى للدالة طبعا المجال موجود عندنا في السؤال اللي هو x أكبر من أو يساوي سالب 2 المدى ممكن نحصل عليه من خلال الرسمة يعني لو ندقق شوي في الرسمة راح نلقى المدى هو عبارة عن y أكبر من أو يساوي 1 هذا هو المدى طيب السؤال الآن ليش نجيب المدى؟ لأن مدى الدالة الأصلية هو عبارة عن مجال الدالة العكسية الآن ممكن باب تغيير مسمى f of x نسميها y نبدأ في الحل الآن y يساوي x زائد 2 الكل تربيع زائد 1 y يساوي x زائد 2 الكل تربيع زائد 1 لكل y أكبر من أو يساوي 1 راح نبدأ الآن بالأهم اللي هو المدى y أكبر من أو يساوي 1 عشان أجيب الدالة الأكسية لابد أن أحل المعادلة هذه y يساوي x زائد 2 الكل تربيع زائد 1 بالنسبة للمتغير x أول خطوة نطرح سالب 1 من الطرفين نطرح 1 من الطرفين معناها راح يكون عندي y ناقص 1 راح يساوي x زائد 2 الكل تربيع لكل y أكبر من أو يساوي 1 الآن عندي x زائد 2 مربعة معناها لازم ناخد الجدد التربيعي للطرفين وقبل ما ناخد الجدد التربيعي للطرفين نتأكد من القيمة اللي داخل القص اللي هي x زائد 2 هل هي كمية موجبة أم كمية سالبة؟ بالرجوع للمجال نجد أن x أكبر من أو يساوي سالب 2 معناها اللي داخل القص راح يكون أكبر من أو يساوي الصفر بمعنى ثاني أن الكمية اللي داخل القص كمية موجبة فلا يضر أو ما في تأثير على إيجاد الجدد للطرفين الآن ناخد الجدد التربيعي للطرفين راح يساعدين دي الجدد التربيعي لـ y ناقص 1 راح يساوي الجدد التربيعي لـ x زائد 2 لكل تربيع لكل y أكبر أو يساوي 1 راح يصير عندي الجدد التربيعي لـ y ناقص 1 يساوي x زائد 2 لكل y أكبر من أو يساوي 1 طبعا ما تغيرتني إيجا لأن الكمية موجبة عندي في الأصل الآن نطرح 2 من الطرفين راح يصير عندي الجدد التربيعي لـ y ناقص 1 ناقص 2 لكل y أكبر أو يساوي 1 تغيير أيضا ثاني بالنسبة لمسميات يعني ممكن نسمي الـ x y والـ y x طبعا التغيير لا يضرنا يعني ممكن نسميها A ممكن نسميها B ممكن D أو C أو Z تغيير فقط أسماء راح تصير عندنا y يساوي الجدد التربيعي لـ x ناقص 1 ناقص 2 لكل x أكبر من أو يساوي 1 وهذا هو الدالة العكسية للدالة f of x وممكن يرمز لها بالرمز f سالب 1 x وهذا هي الدالة العكسية وجدناها الآن الآن نقوم برسم الدالة نقوم برسم الدالة ممكن نعوض بقيم معينة x وهنا عندي f سالب 1 x مجال الدالة العكسية هو x أكبر من أو يساوي 1 يعني ممكن ناخذ في البداية 1 نعوض في الدالة 1 ناقص 1 بالصفر والجد التربيعي للصفر بالصفر ناقص 2 ناقص 2 الآن ناخذ قيمة ثانية ناخذ قيمة سهلة ممكن ناخذ الـ 2 2 ناقص 1 بواحد والجد التربيعي الـ 1 بواحد واحد ناقص 2 بسالب واحد وممكن ناخذ قيمة ثالثة أسهل شوية راح يكون عندنا خمسة ناخذ القيمة خمسة ونعوضها بالدالة بيصير خمسة ناقص 1 أربعة جد التربيعي الـ 4 و 2 و 2 ناقص 2 صفر هذه الآث قيمة تكفينا تقريباً لرسم الدالة العكسية نعوض الآن هنا 1 مع سالب 2 و 2 مع سالب والخمسة مع السفر هذه رسم تقريباً بالنسبة للدالة العكسية لح لاحظ أنها متناظرة حول المستقيم X يساوي Y X يساوي Y يعني لو لاحظ هذه النقطة خمسة مع السفر والنقطة الثانية المناظرة لها صفر مع خمسة وشكراً